السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي اطربة وطالبات واولياء امور الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. كتاب جيم كتاب بايبت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة. ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة من ملحق كتاب جيم. مراجعة وتدريبات على الوحدتين يونس. التاسعة والعشرة من ملحق كتاب جيم. صفحة خمسة وسبعين. السؤال الاول معي خاصة بالاستماع. اسمعوني كده? الفكرة بتقول ايه? بتقول لي هنا ايه? احنا فعلا نستمتعنا او حقا نستمتعنا بالاجازة في سيناء. ده هنا الجو ايه? جميل اليوم. احنا ذهبنا لتمشية في الجبال. اتوصني. ده كان الجو مش مستمورو. غدا. هنروح نجرب ايه? نجرب اللي هو الانزلاك بالحبل. اول السؤال هنا بيقول لي يعني اين انت يعني يقضي? اين تقضي عطلة نهي او الاجازة كتاعتك? في سيناء? ولا ان الاكسر في الاكسر? ولا ان اصوان? في اصوان طبعا بجاوب على حسب الفقرة يبقين سيناء. رقم اتنين يعني عملت ايه في الجبال? آآ اللي هو الركوب التسلق طبعا المشي والترحل مسافات ايه? طويلة. رقم تلاتة حالة كان ايه? تمام? حالة كان عامل زي كلاودي يعني مليء بالايه? مغيم او فيه سحب كتيرة? ولا ايه مشمس? ولا فجي ضبابي يعني فيه ضباب كتير? ولا كان الطاقس منطر? طبعا الطاقس كان ايه? كان صاني مشمس. رقم اربع. طمو را هتعمل ايه بكرة? تمام? اللي هو الانزلاك بالحبلة? ولا تريكينج? اللي هو الايه? تريكينج? المشي كده والتجوال لمسافات طاولة ولا سيلينج? آآ ابحار ولا ضيفينج? اللي هو الغوص او الغطس طبعا آآ زيب لاينيج الانزلاك بالحبلة. يلا نشوف بعد كده الجزء الخاص بالمحادسة والحوار كان في ليه تاكمل اذا فولون دايلوك الحوار التالي. بيقول لي هنا ايه? هودا بتسأل ايمان بتحبي بقى تاكل ايه? وتشرب ايه? هودا بتقول لها بتحبي تتناول ايه? ايمان ردت عليها هودا قيت لها what about adding some milk to your tea? طب ماذا عن اضافة بعض من اللبن للشاي بتاعك? يبقى هي قيت لها ايه? يبقى هي لما قلت لها انا عايز اضيف او ايه رأيك ان احنا نضيف بعض من اللبن للشاي. قيت لها انا عايز ااخد شاي او ارغب في بعض الشاي. يبقى اى انا عايز اختصار. like بعض ال من بعد ا competitive اتلاقي ايه رأيك ان احنا نضيف بعض من اللبن للشاي بتاعك هنا ايمان قيت لها حاجة وايت لها i like milk انا بحب اللبن يبقى وافقة ولا لا? طبعا وفقة اتلاقي رائع. هنا هده بتسألها سؤال ايوة قليل من الايه من السكر يبقى هي بتقول لها ايه اي سكر او اي شيء اخر عايزة اي حاجة تانية اتلاها اي شيء اخر يعني اي ايه اي شيء اخر اتلاها ايوة بعض من السكر هده بتسألها سؤال ايمن اتلاها انا بحب الكيكة جدا طبعا يبقى بتعرض عليها ايه رأيك في بعض الكيكة ايه رأيك في بعض الكيكة ايه رأيك في بعض الكيكة اتلاقي ايوة انا بحب الكيكة وده اتلاها في يعني هنا يعني ساعد نفسك اتلاقي ايه يعني شكرا لك جاب لي هنا فقرة بيقول لي ايه صلاح اللي هو محمد صلاح لاعب كرة قدم مصري مشهور يعني مشهور بيلعب في فريق جيد جدا او لصالح فريق جيد جدا في اوروبا هو يلعب لصالح كمان مصر هو جايد في تسجيل تسجيل الاجوان او تسجيل الاهداف بيحرز اهداف كتيرة هو اقصر هو عداء يعني هو بيكون عداء سريع اللي هو العداء بيجري بسرعة يعني محمد صلاح دايما عنده ابتسامة كبيرة كده على وجهه قصير الى حد ما يبقى يمين اللي يقصد بها صلاح او محمد صلاح عشان هيسألنا عليها هو الى حد ما قصير كلاعب كرة قدم هو قصير طول مية خمسة وسبعين اه صنطي او واحد وخمسة وسبعين من المية من المتر هو عنده ايه يعني مجاعد نشوف الصفحة اللي بعدها بعد جد صفحة ستة وسبعين بيقول لي هير يعني شعره بيكون كرلي يعني مجاعد وعنده كمان بيرد اللي هي لحية ده هو شخص ايه شخص طيب او بيمنح كده المقود عشان ايه بناء المدارس والمستشفات في مصري يعني بيساعد الناس الفقراء ده هو ودود جدا and he always talks to his fans وبتكلم دايما مع المشجعين بتوه او المتابعين بتوه اول سؤال بقى بيقول لي when was محمد صلاح born اين ولد اين ولد او متى هنا متى متى ولد محمد صلاح هنقول هنا he was born in 92 he هو was born يعني ولد in 92 بعد كده what does the او صلاح رقم تنقاتها what do you think او محمد صلاح طب ايه رأيك فيه طبعا هنقول ان هو طيب ودود يعني اعطاك هو بيكون ودود جدا وكمان ايه وطيب السؤال رقم اربع بيقول لي ايه بيقول لي هنا محمد صلاح هاز جوت نقط هير عنده شعر ايه شعر مفروض كده ومستقيم ولا كيرلي شعر مجاعد ولا وايت يعني عنده شعر ابيض ولا شعر اشكر طبعا عنده شعر كيرلي رقم خمسة محمد صلاح بيلعب لصالح ايجيب لصالح مصر ولا الجابان ولا صالح اليابان ولا امريكا ولا صالح امريكا ولا موروكو ولا صالح دولة المغرب طبعا بيلعب لصالح مصر بعد كده بيقول لي هنا بيدي نقط عشان يبني ايه بيدي نقط عشان نبني مطاعم ولا هوتلز ولا هنبني فنادق بالنقود بتاعته ولا سينيماز ولا سينيمات ولا سكولز ولا بني بيها مدارس طبعا بني بيها مدارس وايه مدارس وايه مستشفيات يبقى هنختار هنا كلمة ايه كلمة مدارس بعد كده الجزء الخاص بالاختيرات بيقول لي هنا السؤال رقم واحد علي لايكس علي يحب رياضات ايه الجبل او مرتبطة بالجبل ايه لايكس هو بيحب ايه وضع المياه ولا بلايسز اماكن ولا اللي هي الاجهزة ولا اللي هي المغامرات طبعا بيحب المغامرات اي حاجة مرتبطة بالجبل فيها مغامرات بعد كده نقط يعتاد ان هو او بنستخدمه يعني مستخدم في في طبخ ايه الطعام او ايه الخبز اسمه بقى ايه فرجس اللي هي اللي هي التلاجات ولا اللي هي الافران ولا تابس اللي هي الحنفيات ولا تيفيزيليات تلفزيونات طبعا اللي هي الافران بعد كده رقم تلاتة يعني بيكون مهم ان انت طبق امن عبر الانترنت ولا متحمس ولا بورد ممل ولا طير متعب ومرهق مهم ان انت طبق امن عبر الانترنت رقم اربعون لما بذهب ليه التخييم بروح كده للمعسكر تمام الكلام ده في الصحراء بنام فيني ولا في التخيم او في المعسكر فيلا بنام في فيلا ولا فلات بنام في شقة ولا تنت بنام في خيمة ولا بلاي بنام في ايه في القصر طبعا بنام في ايه في خيمة بعد كده رقم خمسة بينز او 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 اطميل وجبة ايه فور بريكفاس واجبة ايباد واجبة سيئة ولا ولا غير صحية ولا دي واجبة تقليدية في مصر ولا يعني غير عادي طبعا دي واجبة تقليدية في مصري الفول على الفطار رقم ستة كمبيوتر الكمبيوترات ان موبل فونز والهوادف المحمولة ار اكزامبل اوف اكزامبل اوف يعني امثلة لأمثلة ايه تكنولوجي للتكنولوجيا ولا نيتشار للطبيعة ولا فارمينج الزراعة ولا سبورتس للرياضات طبعا دي امثلة لأيه امثلة لتكنولوجي التكنولوجيا رقم سبعة بيقولي هنا ذا نوات سيز لا تمشي على العجب ده ايه اللي بيقول بقى الكلام ده سجنال الاشهارة القيمة صين اللي هي اللوحة او العلامة ولا تشير الكورس طبعا صين هنا بيتشير الى او مكتوب عليها اللافتة اللافتة هنا مكتوب عليها لا تمشي على العجب بعد كده صفحة سبعة وسبعين مرسو الرقم تمانية زير نوات اللي هي المطابخ في المنازل بتاعة المصريين الكدماء زير وزن انا بقول هنا ايه الجامع ايه 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 لالجامع لان جامع وعيزاها هيرو ماكس ولا ماكس ولا ماكس ولا ماكس اسمها يعني مصنوع من المعدن يلا نشوف دي دي هتبقى دي هتبقى يوس فقط سوف تستخدم رقم تلاتة يقولي هنا رقم تلاتة الكمبيوتر الكمبيوتر بتاع يقولي هنا بيبدأ كده يقفل من نفسه طبعا الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر كأنه بالضبط بقول عايزة الضمير المنعكس من يعني بنفسه او من نفسه سوف رقم اربع اي ام جونج ترافل تو لندن نيش صنده يوم الحد الايه القادم هسافر للندن يبقى ايو بعدها ايو بعدها ايو بعد كده جونج تو جونج تو زائد المصدر مش جونج والمصدر يبقى جونج تو ترافل يبقى هنكتبها ازاي جونج تو بعدها المصدر ترافل تمام جونج تو ترافل